بالتأكيد نعتقد أن التير الصدري كان يراقب بشكل مستفيض وبشكل دقيق سواء كان الأداء السياسي العمل السياسي أداء الحكومة وأعتقد أن التير الصدري غير راضي بشكل واضح وربما ما نقلتموه اليوم من خطبة خطيب الجمعة في المسجد الكوفة كان ينتقد كثيرا الإجراءات وينتقد أيضا الطبقية الحاصلة ما بين المسؤولين وما بين المواطنين وما بين القضايا الأساسية التي على ما يبدو أن المسؤولين غير مهتمين بها ومشغلين بعملية جمع الأموات والاستثراء على حساب المواطن بالتالي اليوم بما يتعلق ببقية الكتل السياسية نلاحظ أن هناك اليوم تزاحم وحديث ورغبة من جميع الكتل السياسية بأن تحصل على رضا سيد مغانا الصدر بأن تحصل على رضا تيار الصدري unders complainة التي تحدثت عليها بالنسبة للسيد المالكي وبقية الكتل السياسية لأن جميع الكتل السياسية تعلم جيدا أن الجهة السياسية الوحيدة المقبلة الشعبية اليوم هي التيار الصدري وبالتالي هي تتسابق لحصول على رضا التيار الصدري أو حصول على التحالف ووحد وأعتقد أيضا هذا الكلام غير واقعي لا يمكن أن نبني عليه بشكل واضح على رغم أن سيد صدر لم يعلق على مجموعة القضايا التي تناقلتها اللقاءات التي أجريت لبعض الزعامات العراقية لكن على ما يبدو التيار الصدري واضح بأنه متمسك بالمضي في مشروع الإصلاحي وبالتالي اليوم حتى وإن كانت هناك عودة إلى الانتخابات القادمة فستكون بمشروع إصلاحي جديد ربما بتحالفات جديدة برؤية جديدة اليوم أعتقد الكتلة السياسية الأخرى اليوم والتي دخلت سواء كان بشكل سلس أو مرغمة في ما يطلق عليه بإدارة الدولة لاحظت كثيرا كيف تتعامل بقية الكتل خصوصا فيما تعلق بالإطار التنسيقي مع الوعود في عملية تنفيذ القضايا اليوم المواطنين أيضا يلاحظون أن هناك تلكئا كبيرا سواء كان من قبل الحكومة أو الإدارات الموجودة والتي أيضا ربما قد تحدث إشكاليات كثيرة اليوم خصوصا بعد إجراء الانتخابات المحلية وما أفرزت هذه الانتخابات اليوم ولعلى تقريركم فيما يتعلق بقضية محافظة ذيقار ربما هو بداية الشرارة من هذا الموضوع وأعتقد أن الوضع ربما قد يكون بعد عيد الفطر هو وضع ساخن في العراق وربما القضايا كثيرة وأعتقد أن عودة التيار الصدري سوف تكون مهمة وأساسية في علاقة التنضيج المشهد السياسي وأيضا في عملية الدفاع عن حقوق المواطنين والقواعد الشعبية ومحاسبة اليوم من يمتلك زمام الأمور لتخصير الكبير في أداء واجبة وفي أداء برنامج الحكومي الذي تم تقديمه اشتركوا في القناة